مليون هكتار من المساحات الزراعية في لبنان 230 ألف هكتار فقط يستخدمها اللبنانيون لاحتياجات غذائية وهذه النسبة لا تؤمن سوى حوالي 15% منها أما باقي غذائنا فنستورده من الدول القريبة والبعيدة لبنان بسهوله وجباله ومناخه المتنوع وثروته المائية يستورد 90% من حاجاته من اللحوم الحمراء و60% من الدواجن الألبان والأجبان تصل نسبتها إلى 65% أما القمح فإن لبنان ينقصه سنويا حوالي 250 ألف طن ليصل إلى اكتفائه الذاتي والأمر ذاته يعانيه بالنسبة للحبوب الأخرى كالعدس والحمص أما الأسماك فيستورد 95% منها إذن وبحسب هذه المؤشرات وهي ثابتة منذ عقود بالرغم من التطور التكنولوجي الكبير فإن الميزان التجارية في لبنان يبدو راجحا بكوة لصالح الخارج منا نقرب من ميزان تجاري زراعي يكون أقل سلبية بدنا طبعا نعمل برنامج لتوسيع المساحات المزروعة في لبنان وهذا البرنامج يفترض تمويل معتدل للمزارعين هذا يفترض ضمان للمزارع هذا يفترض إرشاد رسمي من قبل الوزارة وهذا يفترض أيضا بناء سدود لمياه الري وطبعا أعطاء حوافز ضريبية للمزارعين أوضاع المزارعين حالها حال ميزاننا التجاري لم تتغير منذ سنين بالرغم من توالي الوزارات التي دائما ما تعيد بتحسين الحال المواضيع كلنا اللي عمشتغلها الوزير أني عمشوفها ضد الزراعة عنا بالبنان بس هو يعمشتغل نحنا عمشوفه عمشتغل والله عمشوفه نحن من عمشتغلنا شيء أبدا 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 ولا عم يساعدنا بشيء نهائيا نهائيا هو بقدر يقول البدوية بس بدو يسمع كمان أولا البطاطا أكتر من اللي عملته ما بينعمل بس البطاطا ليش مختل للسوق معلش هي سنة الماضي كان مختل للسوق لا السنة ما ينسى حضرته اللي بعث الرسالة الدراس الأمنية بسوريا وبمصر بعتقد هي سبب كبير اليوم بالتأثير على موضوع الاستهلاك في المنطقة في راعة بيشوفونا أنه بيشتغلوا فيها الناس الفقرة الدرويش اللي ما حدا سائل عنهم فيه قرار بهذا الحك بعتقد لما بسنتين الموازنة تطلع للميت مليار ومشينا مشروع الحبوب وإدال وهلأ مشروع الألاف حيمشي ومشروع الأسماك مرفوع لمجز وزراء ولما بلشنا طرقات زراعية وبرك تلية لما نفسعنا مصلحة الأبحاث لما فتحنا مراكز إرشادية بس كمان المزارعين بدون يلتفتوا أنه فيه عشرين سنة من الخراب من الوقتاع الزراعي ما فيهم يطلبوا بسنتين تصحيح كامل أنا بلاحظ من حديثه وأوقات كتير مع حبي لإله واحترامي لإله وبحط أوقات كتير الحق على المزارع المزارع نجال بسيط شو ما منواجه نحن هو بيعمل هذا القطاع المهمش وخيرات أرضه تخرج ما هو أغلى من الذهب شرط الدعم اللازم من الدولة فهو قطاع لا يؤمن الاكتفاء الذاتي فحسب بل يعيد بأمن غذائي لبلد اعتاد الارتهان للخارج حتى زراعيا نوال بري كوناتو الجديد